يستمر ملف تأمين الحدود بالحصول على اهتمام من أمني وعسكري وحكومي متزايد وذلك لموجهة عدد من التحديات المتفاقمة أبرزها تهريب المخدرات وممارسة التهريب الأخرى وتدفق المتسللين من عناصر إرهابية ومهاجرين غير شرعيين على الجانب الشرقي تحديدا أعلنت قيادة حرص الحدود العراقية في الشهور القليلة الماضية تأمين نحو 1500 كم من مساحة حدودها الممتدة مع دولة إيران وفي ديالا كانت قوات الحدود قد شرعت مؤخرا بخطة أمنية شاملة لإغلاق ممرات ومنافذ التهريب غير القانونية في المناطق الحدودية المحاذية لإيران تمكنت من إغلاق أكثر من عشرين ممرا ومنفذ للتهريب تستخدم لتهريب المواشي والمخدرات وتمتد ممرات التهريب على طول الشريط الحدودي بين مندلية وقزانيا في ديالا والجانب الإيراني على امتداد أكثر من 40 كم ما دفع لوضع خطة أمنية شاملة وضع أسلاك شائكة وأبراج مراقبة ورصد ومعالجة الفراغات بين المخافر الحدودية وتعد مناطق جنوب العراق المتاخمة للحدود مع الجارة الشرقية إيران معبرا أساسيا أيضا لتهريب المخدرات لسيما مدت على الكريستال التي انتشرت بشكل لافت بين الشباب العراقي في السنوات الأخيرة على الجانب الغربي للبلاد أكدت قيادة العمليات المشتركة قبل أشهر إنجاز مهمة تأمين الحدود مع سوريا بنسبة 80% وبطول 610 كم وذلك بإقامة حواجز وخنادق وأسلاك شائكة وأبراج مراقبة وخطوط دفاع مشتركة وتشهد الحدود الحراقية السورية تزايدا لنشاط شبكات تهريب المخدرات يقوم البعض منها باستخدام عدد من الأنفاق التي تركها تنظيم داعش على الحدود بين البلدين ورغم أن القوات العراقية أغلقت الكثير منها بالتمر والتفجير إلى أن البعض الآخر ما يزال يستخدم لغرض تهريب المواد المخدرة تحديدا الكيبتاجون وخلال العام الماضي دمرت القوات العراقية نحو 16 نفارا في قضاء القائم غربية محافظة الأنبار وتعد بعض الأنفاق الممتدة من سوريا نحو محافظة نينواء الأكبر من حيث المساحة إذ يبلغ عرض بعضها نحو أربعة أمتار وبارتفاع ثلاثة أمتار وبطول يصل أحيانا إلى أربعة كيلومترات وفي تتويج لتلك الشهود افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لأثنين مركز مراقبة الكاميرات الحدودية في مقر قيادة قوات الحدود بالعاصمة بغداد من المؤمل أن تغطي هذه الكاميرات جميع الحدود الدولية من شمال العراقي إلى جنوبه ضمن جهود رز تحركات تنظيم داعش افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مركزا لمراقبة الكاميرات الحدودية في مقر قيادة قوات الحدود بالعاصمة بغداد هو الأول من نوعه في العراق حيث من المؤمل أن يغطي حدود البلاد الدولية في الاتجاهات الأربعة لحماية حدود البلاد بشكل كامل افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أول مركز خاص لمراقبة الكاميرات الحدودية في مقر قيادة قوات الحدود بغداد التحصين بالكاميرات يهدف لمنع عمليات التهريب والتسلل ومتابعة المتاجرين بالمخدرات وإلقاء القبض عليهم ومنع تسلل العناصر المسلحة من خارج الحدود الشمري وعلى هامش الحدث أشار إلى أن أمن الحدود عامل مهم في الاستقرار الأمني وداعم للاقتصاد العراقي فيما أكد بيان لوزارة الداخلية أن مشروع كاميرات المراقبة الحدودية سيغطي حدود البلاد من شمالها حتى الجنوب وزير الداخلية وجه أيضا بتكثيف جهود بناء المخافر الحدودية بالشكل النموذجي ووقف ممارسات التهريب والتسلل غير القانوني نحو الأراضي العراقية وكان العراق أعلن في نوفمبر من عام 2021 عبر الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول أعلن عن الانتهاء من تحصين ما نسبته 80% من حدوده مع سوريا ببناء سواتر ترابية ونصب كاميرات مراقبة حرارية رسول أضاف أن الخطة تهدف دون تسلل موصفهم بالإرهابيين والمهربين عبر حدود طويلة تمتد لستمائة كيلومتر بين البلدين وكانت الحدود الغربية مع سوريا مسرحا لتسلل وتدفق عناصر تنظيم داعش نحو المحافظات الغربية بشكل سهل سيطرتهم على أجزاء عظمى منها حتى تحريرها عام 2017 بعد معارك دامية لتبقى بعض عمليات التسلل للإرهابيين عبر الحدود السورية مصحوبة بعمليات تهريب للمخدرات فيما لا تزال الحدود الشرقية مع الجارة إيران تشهد نشاطات تهريب متنوعة على رأسها المخدرات وتسلل للمهاجرين بوتيرة متزايدة دفعت السلطات العراقية للتحرك بتشديد الرقابة عليها